طيب خلينا نتكلم عن محمد صلاح وإنجاز الأمس وفعلا إنجاز لأن أول لعب مصري يفوز بهذه البطولة بطولة كاس العالم الأندية كان في سنة يبقى عدد كبير من اللاعبين المصريين يفوزوا بهذه البطولة لما كان النادي الأهلي يشارك لكننا وصلنا للأفضل إنجاز كان المدالية البرونزية لكن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ليه لا هيقدر النادي الأهلي يفوز بهذه البطولة نحن طموح الجمهور النادي الأهلي دائما بيبقى كده بقى أي بطولة حتى لو تتكسر عامل لكن مهم صلاح حمل إنجاز كبير جدا خد أفضل لعب في البطولة وكان مؤثر على مدار المباراتين المبارات الأولى صنع هدف المبارات الثانية كان لعب مؤثر جدا في مبارات النهاية أمام فلامينجو وإنجاز بنسبة له جديد ويحسب لمصر في كل الأحوال لأنه نجمنا المصري دائما بنفتخر به محمد صلاح شيء جيد ومهم نتمنى له الاستمرارية في الحقيقة لأن دائما دائما الواحد بيبقى فرحان قوي ويبقى متحيزين جدا ليفربول حتى لو بعضنا ما كانش نشجع ليفربول من زمان ابتدينا نشجع أكتر لما صلاح بقى موجود فمتحيزين عشان علم مصر عشان اسم مصر وكمان صلاح بعد المبران برح كان ماشي بعلم مصر بعد مفاز يعني ده شيء طبيعي ومهم جدا وحاجة مميزة في الحقيقة فألف ألف مليون مبروك لنجمنا المصري وإن شاء الله يكون عنده الاستمرارية في هذه الإنجازات ويقدر يجيب البريمير ليج لجمهور ليفربول السنة دي هم أقرب بعد كمان فوز منشستر سيتي على ليستر سيتي مبارح وأعتقد المبراج جاية ليفربول مع ليستر سيتي لو فازوا كمان كده يبقى بعدوا كتير جدا فنتمنى لهم كل التوفيق علشان نجمنا المصري محمد صلى الله عليه وسلم